في نقطة مهمة وهتكلم فيها معاك يا محمود وهسألك برضو عقام بشكل عام بس محمد شريف ما ممكن أنا أصلاً في النادي الأهلي أصلاً ما بيتطلبش مني ده زي ما قال وليد إنه مسلمان ما بيتطلبش منه ده فهو مش دي فوق عندي أنا أصلاً مش مطلوب مني إن أنا أعمل كده فهو ممكن خلاص قدام المدرب شافك كالوس كروش إن أنت ما تقديش الدور ده عشان المدرب ما بيتطلبش منك فأنا مش هتوقع أو أقول هيعرف يعمله ولو مش عرف يعمله فخلاص أنت مش معي ممكن جداً محمد شريف عنده مشكلة من المساعد ما بدأ في الأهلي في رأيه يعني مشكلته في الاتحامات في الكور السابتة خدت كمان في الرقصيات ودي كانت محل جدل حتى هو كان هداف الدوري السنة اللي فاتت محمد شريف أعتقد إنه هو بيمر بفترة كويس إنه هو بيسجل فيها هداف ولكنه عم في حسن مستوى أو من الأداء اللي هو بيقدمه محتاج أكتر إنه يكون يشغل على نفسه عشان يكمل ويكون هداف سواء للأهلي أو للدوري سنة تانية على التوالي وبالتحسن بالمسجال في مستوى هيكون موجود بشكل أكيد ولكن أدوار اللي بيطلبها كيروش من لعيبها اللي بتحدد دايماً اختياراته يعني كلنا كنا نستنيني أو ناس كتير كاب من سنة إبراهيم عادر كاب من سنة إحمد عبدالقادر من سنة إحمد عبدالقادر من سنة إحمد شريف ولكن الناس دي مش موجودة عشان ببساطة في لعيبة معينة بتقدم أدوار معينة أنا لازم يكون اللعيب بتقدم أدوارها وده هو هو نفس الجدل اللي على ثلاثية نص الملعب بالموضوع العلمان بتاع كلامك ده إنه أنا ما بختارش أسماء أنا بختار أدوار بالظبط يعني قولوا بقى أسماء زي ما أنتوا عايزين وقولوا إن دي أعظم لعيبة في الكون وهو ممكن يكون هم فعلاً لعيبة عظيمة ورائعة بس أدوارهم لا تتناسب مع طلية لعب بالظبط واحد زي أفشة وكان محل جدل كبير جداً ونكلمنا هنا على أفشة واربعة ثلاثة وإزاي يطور نفسه في الحتة دي هو كل لعب ورد يكون كويس في خطة ومش كويس في خطة تانية أحمد عبدالقادر مع أهلية واجنة الحشمال هل هيكون موجود على حساب تريزي جي على حساب عمر مرموش لأ حتى لو أنت شايف أن عبدالقادر مستوأعلى منهم فهو الناس دي موجودة معاه في المنتخب وفي معسكر أربعة أيام هو مش وقت أصلاً أنه ندور على لعيبة جديدة آه ماشي هيبقى موجود كاختياطي ولكن مش ضرع لعيب جديد يخوه بمكان أساسي مش هيحصل يعني ممكن أننا عاديين دلوقتي نقول الحداشرة اللي هلعبه البصر أولاً منهم عشرة بكل سهولة خطة الدفاع معروف خطة الهجوم معروف خطة الوستريم كيكون اختلاف على اسمه واحد من الثلاثة هجي لك أنا بقى على الاختلاف بتاع اللعب الوسط ده عايز أقول حاجة على القائمة ده قبل ما رجع عشان عايز أكلامك على طريقة اللعب أو الخط أو التشكيل الممكن بالمنطقة يعني بالنسبة للقائمة منطقية جداً ما فيش أي حاجة كنت أتمنى بشكل شخصي إن أنا أشوف إبرينا عادل أو أحمد ده عبدالقادر وموجودين في القائمة كابودلا ولكن منتفاهم جداً أسلوب كارلوس كيروش ما فيش حد تاني اختلاف عمر جابر بسبب إصابة محمد هاني رمضان صبح مصاب عبدالله السعيد اعتزل دولياً حتى وجود دونجة مهند لشي مستوأل كتير من بعد أمو أفريقيا فبالتالي القائمة كلها منطقية التحفظات اللي ممكن نكون قابلها أو المنطقية بالنسبة لي منطقة نتناقش فيها يا محمد شريف وكلمنا فيه والسناعة اللي التالي إبرينا عادل أو أحمد عبدالقادر هو فضل تواجد أفشة لأنهما مش هيكونوا موجودين في مركز الجناح الشمال لو موجودين هيكونوا موجودين في مركز اللاعب الوص